واسفى الأغوار الشمالية مساعدات عينية للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم وممتلكاتهم للتجريف خلال حملة هدم واسعة نفذتها أليات الاحتلال بحقهم بهدف تهجيرهم عن أراضيهم نمنى بره ما عنا شي شي يعني أخذوا الجيش أجل أخذ أوليش أجلن هات الجمعة هدوا البيوت وهدوهن وما خلونا شي شي رصير ولا خلونا شي هذا ما عشته الحاج أم محمد رغم بعد اعتداء قوات الاحتلال عليها وتعرض يدها للكسر وهكذا تبدو الصورة بعد ليلة ساد ظلامها المكان في وادي المالح والميتة في الأغوار الشمالية ظلام اختلط مع ظلم الاحتلال الذي غرس حفظه في خيام وحظائر الأغنام هادما إياها وتاركا أصحابها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء دون مأوى يقيهم برد الليل القارص بالأمس كانوا على الحواجز المنطقة مغلقة لكن الآن استطاعوا الوصول إلينا وتقديم مساعدة للسكان هذه المنطقة بحاجة لدعم كامل من كبير المؤسسات الرسمية وغير الرسمية نحن لا نكفي عند المؤسسات الرسمية فقط لكن المؤسسات أهلية وغير أهلية يجب أن تدعم هذه المنطقة وأمام ما عشه المواطنون من قمع ومصادرات لأبسط حقوقهم جاءت المساعدات الإنسانية ضمن حملة إغاثة ودعم الأغوار والمقدمة من جهات رسمية وأهلية عدة لمساندة المواطنين وتثبيتهم لصمودهم فوق أرضهم حملتنا الهدف منها دعم إخواننا في منطقة الأغوار طبعا حتى يظلوا صمدين في الظروف اللي هم مروا فيها طبعا ظروف الاحتلال وتهجيرهم هدم ببيوتهم جهات رسمية وأخرى شعبية تفقدت المكان بعد أن منعتها قوات الاحتلال من الوصول إلى المواطنين للوقوف إلى جانبهم وصفة ما جرى بجرائم حرب جرائم لن تخجل من تدعي أنها دولة القانون بارتكابها بحق خيمة أو طفل لا يعرف من الحياة سوى اللعب بأرجوحة تقذيفه بعيدا لعلها تنسيه ما خلفته آلة الدمار الإسرائيلية بمسكنه اليوم نحن هنا لنتفقد أحوال الأهل طبعا قمنا بتوزيع بعض المساعدات التي أتت من خلال القطع الخاص ضمن حملة مساعدة أهلنا بالأغوار وأيضا تم الاعتداء على المواطنين تم الاعتداء على الشيوخ والنساء وتدمير أكثر من 28 منشأة في هذه المنطقة كل ذلك بهدف تنفيذ سياسة الإحلال السكاني في مناطق الأغوار هذه جراء ترتكب بحق المواطنين هنا عشرات الخيام وحظائر الأغنام هدمتها قوات الاحتلال مرتين خلال 24 ساعة بعد أن فرضت على المكان طوقا عسكريا منعة أن ينكان من الوصول إلى المضارب البدوية ليكتمل المشهد هذا اليوم بمصادرة بعض من الحيوانات للمواطنين في الأغوار الشمالية محمد نوفل تلفزيون فلسطين